أنهم في رمضان وبعد صلاة العشاء يردد الإمام ويرددون وراءه نويتوا أن أصوم غدا شهر رمضان المبارك ما حكم ما يقع لهم والحال ما ذكروا جزاكم من أوقاته لا شك أن العبادة هي من كانت أو غيرها ما بد من النية فيه قلب بقوله صلى الله عليه وسلم أحلم الأعمال بالنية ومن مالك الدنيا إلا نوع ولكن النية حلها القلب فهي عمل قدد لا يحتاج إلى تلفظ أو إعمال عنه لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه بدون إعمال لما قالت الأعراب آمنا انفر الله ذلك عليه وقالوا لكم أتعلمون الله بجينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فالله بكل شيء عليكم وحاري هديها بمحمد صلى الله عليه وسلم سر الأغور محدثاتها ألم يئب على البيض صلى الله عليه وسلم إنه كان يتلفظ بالنية لا في السلام ولا في هذه أما ما ورد من ذكر النشك عند الإحرام وذكر النشك عند لقص الهدي والأرحية إنه كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا منك ولا تتقبل مني وعند الإحرام صلى الله عليه وسلم يخرح المحرم من النشك الذي يريده فهيقول لبيك اللهم عمرة او نبيك حجن او نبيك حجن عمرة او نبيك حجن عمرة كنتم تعمل بها ان الحجن السلامة بشخصين لا هو من باب الاستحباد انا عدى علينا موضعين لم يريد حلو النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من صلة هذه الامة قال لهم كانوا يطولين نويت ان اصلي نويت ان اصول نويت ان اطوف بالبيت او هل ذلك كل هذا من البداع المحدثة واذا صار هذا بصورة كما لك رسال ان الامام يرفع صوته ويرد بالمأمور فهذه هي جبعة معلنة هذه هي جبعة معلنة ويشتد انكارها ان هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي اصحابه ولا من هدي سنة الامة جزاكم الله خيرا واحسنى اليكم